في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مختلف دول العالم تكسر التساؤلات عن وضع الاقتصاد الأردني الذي صنف بحسب تقرير دولي في المرتبة الثالثة والتسعين من بين أقوى مئة اقتصاد في العالم استنادا إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي توصيفات الاقتصاد نبحثها مع الخبير الاقتصادي سليم أبو الشعر الذي ينضم إلينا عبر الهاتف أهلا بك سيدي تكسر التوصيفات للاقتصاد هل نستطيع القول أن هذا اقتصاد قوي وذاك اقتصاد ضعيف وما هو أفضل توصيف اليوم لوضع الاقتصاد الأردني أشكرك يعني يمكن القول أنه في أي اقتصاد هناك عناصر قوة وعناصر ضعفة تحدد القدرة التنافسية لذلك الاقتصاد والتي ترتبط مغاشرة بمعدلات الانتاج فارتفاع مستويات الانتاج الصحيح بتيحة الدولة التمتع بميزة الاسمينة وعائزات جادة لرأس المال وارتفاع في المجهور والترجمة الزيادة في التروات والارتقاء ومستويات المعيشة فقوة الاقتصاد في الواقع ترتبط قدرته على تحقيق الرخاء على المدى الطويل مع الحفاظ على التوازن بين التزيدة وشدة الحياة هذا موضوع بحتى باستفادة تنافسي لذلك الاقتصاد الأردني الصادر مؤخرا اللي استعرض في وضع الاقتصاد الأردني وبتانته تنافسي لذلك المقارنة وعضاف الاقتصاديات العالمية وجدت انه احنا نقف في مرتبة متوسطة بين دول العالم يعني احنا نتبوى المرتبة سبعين بين مية واحد واربين دولين كانت هناك العديد من عناصر تقوى اللي تدعم تنافسي لذلك ابرزها كفاءة سوق الزلع تطور السوق المالي القدرة على الابتكار وجود المؤسسات الفاعلة وكذلك البلية التحديية الجيدة وان كنا على تطرق بقياس البلية التحديية نتراجع لانه احنا مصنفون حاليا في المرتبة اربعة وسبعين بينما كنا في المرتبة اربعة وكمسين قبل عشر سنة وعاتنا يعني بانه اصبحنا بحاجة لعنفاق متزايد على صيام التحديية وتطبيرة حتى نستعيد اه الق هذا المتغير كذلك فمن عناصر القوة اللي بتمتع في هذا اقتصاد نسبيا وكانت دائما تعطي لي تنافسي المؤشرات الصحة والتعليم وغيرها في المقابل تقارير الدولية عم يشير لعدد من عوامل الضعف الاقتصادي ابرزها مثلا بيئة الاقتصاد القرطي وسياساتنا الاقتصادية اللي نحن نصلح بموجودات البرجية متأثرة عند دول العالم نتحدث عن مرتبة 11441 دولة ومؤشر ينبغي أثبيه بكثير من الجميع كذلك مؤشر كفاءة سوق العمل نصنق موجبه في المرتبة 84 ومؤشر تطور بيئة الأعمال اللي بيحتاج أردن مرتبة ليست مرضية نحن نحتاج مرتبة 88441 دولة للأسف الشديد كنا نتراجع بمجهاز هذا المؤشر لأنه كنا في المرتبة 47 قبل عشر عوام لاحظين مدى هذا التراجع نعم لكن بعيدا عن لغة الأرقام وببساطة كيف تصف اقتصادنا؟ هو اقتصاد يقع في مرتبة متوسطة كما ذكرت نحن نتحدث عن معيقات كثيرة عندما درس تكلفة عوامل الامتاج رئيس في اقتصادنا من العرض وعمل ورأس مال تبين لي أنها مرتفعة وأنها بتشكل أبرز المعيقات للنمو قاسيا وأنه معدد المشاركة القوى العاملة ضئي وقاصة مشاركة الهنار معدد التاجية العامل الأردني بين أدنى المعدلات على مستوى العالم نعم في حين أنه هي الأسعار الفائدة وصلنا بين أعلى المستويات نعم هذا بالنسبة للأسباب وهي عديدة قلت أن قوة أي اقتصاد تعتمر على قدرته على تحقيق الرخاء على المدى الطويل بالنسبة للاقتصاد الأردني هل نحن نسير في المسار الصحيح نحو التعافي من جميع التداعيات الاقتصادية العالمية التي نتأثر بها نحن للأسف لا نسير في المسار الصحيح نحن لازم نتحدث عن ضحامة حجم التطاع العام نتحدث عن حاجتنا لاستقرار التشريعات بما يدعم الصورة الإجابية العامة لاستقرار لية القضاء وسيادة القانون في هذا المضمار على فكرة حددنا ثمانية قانون يعني أبحث بحاجة للتعديل وإزالة التشوهات نحن الآن أمام تحدي واضح بقدرة اقتصادنا على توجيه فرص العمل وهذا لن يتأتى إلا من خلال الاستثمار والروافع التي تحدثنا عنها نحن عموما اقتصاد قوي لكن بحاجة إلى تدارب الكثير من عوامل الضعف نعم والخطوات التي تتخذ الآن نحن على ضوءها لا نسير في المسار الصحيح نحو التعافي تضحت أصورة شكرا لك على خبير الاقتصادي سليم أبو الشعر كنت معنا عبر الهاتف